شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجول رئيس الوزراء في أرواق المعرض متفقدا عددا من أجنحة المؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة ومطالعا على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية وأكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لمعرض القاهرة الدولية لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية رفق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين ووزيرة الثقافة الأردنية ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية التي تحل ضيف شرف للدورة الحالية للمعرض والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من ألف دور نشر من 53 دولة من بينها دول تشارك للمرة الأولى